أهلاً بكم إلى التفاصيل أصدر حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس من سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوماً سلطانياً سامياً فيما يلي نصه بسم الله الرحمن الرحيم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون السجل التجاري رقم 3 على 74 وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 على 77 وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 على 90 وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 على 98 وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 على 1000 وسبعة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوات المادة الأولى يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالنظام المرفق المادة الثانية يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية وذلك فيما لا يتعرض مع أحكام النظام المرفق المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه المدة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في الثامن من ربيع الأول سنة 1439 هجرية الموافقة 27 من نوفمبر سنة 2017 للميلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان